المزيد عن هذا الوضع الإنساني تنضم إلينا من بيروت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان الترابلسي أهلا بك سيدة إيمان يعني 450 شاحنة يوميا قبل الحرب وهذا الوضع الإنساني الكارثي كما تصفه منظمات أممية دخول هذه الدفعة الثانية إلى أي درجة يمكن أن يغير من هذا الواقع المأساوي أولا بداية نحن كاللجنة الدولية للصليب الأحمر نحن نرحب بهذه الدفعة الأولى ونحن نعتبر أنها خطوة إيجابية ولو كانت الدفعات لا تغطي إلا جزء طفيف جدا أو جزء طغير جدا من الاحتياجات الفعلية اليوم داخل قطاع غزة ولكن نعتبر أن هذه خطوة إيجابية أملنا اليوم هو أن يتوصل الاتفاق إلى خطة طويرة المدى ولكن خطة تجعل تخلق هناك إمكانية لإدخال المساعدات بشكل مستدام كما ذكرت خلال تقريرك يعني قطاع غزة كان يحتاج أو سكان أغلبية سكان قطاع غزة كانوا يحتاجون بالفعل إلى النسبة ضخمة من المساعدات الإنسانية وكان هذا حاصل بالفعل حتى قبل بداية هذا التصعيد حيث أن ثمانية من بين كل عشر سكان داخل غزة كانوا يعتمدون على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية وهذا كان خلال الفترات التي لا تتضمن فترات التصعيد اليوم نعتبر أن هذا تقدم نوعي ولكن من الضرورة الإشارة بأن المساعدات الإنسانية دخولها داخل غزة هذا لا يكفي هناك حاجة مثل يوم بأن يتم التوصل إلى الاتفاق لتوقف وقتي في العمليات الاقتتالية حتى يتمكن الفاعلون الإنسانيون بما فيهم اللجنة الدولية لصليب الأحمر وللأ الأحمر الفلسطيني من إبلاغ المساعدات إلى من يحتاجها وإبلاغ المساعدات إلى طيب سيدة إيمان إذا كانت غزة تحتاج ما يقارب 450 شاحنة مساعدات يوميا الآن ما حجم الاحتياج؟ ما الأولويات؟ كيف يتم تنظيم الأمر؟ وهل يمكن تغطيت بالفعل هذا الاحتياج في ظل تحديات لوجستية أصلا لدخولها؟ تحديات لوجستية ولكن كذلك تحديات أمنية تواجه الفاعلين الإنسانيون موجودين على عين المكان بما أن عدم توفر الضمانات الأمنية وعدم توصل إلى اتفاق في التوقف الوقتي للعمليات الاقتتالية يجعل عمل المنظمات الإنسانية وتوزيع المساعدات شبه مستحيل اليوم نداءنا هو واضح للأطراف المنخلطة في النذاع ليجب أن أخذ بعين الاعتبار ضخامة الاحتياجات الإنسانية وأن اليوم ما لا يحصى من السكان يفتقدون إلى أبسط الموارد الأساسية وموارد العيش الكريم المستشفيات هي على مشارف الانيار الكامل وبالتالي هناك ضرورة اليوم إلى مواصلة العمل على خلق حلول مستدامة لدخول المساعدات بشكل أكبر وبشكل مستدام ولكن كذلك العمل على ضمان هذه الضمانات الأمنية التي يحتاجها الفرق الإنسانيون والمتدخلون لمواصلة عملهم من غير تعريض حياتهم أو حياة التواقم إلى الخطر حذرتم مرارا حول وشوك انهيار القطاع الصحي وأيضا قطاع أو مسار المياه النظيفة ما الذي تم في هذا الصدد؟ ما حجم الخطر سيدة إيمان؟ الحقيقة الوضع يسوء مع مرور كل ساعة مع مرور كل دقيقة تحدثت قبل قليل لزميلي الموجودة على عين المكان والذي كان في مجمع الشفاء وهو من بين أكبر المستشفيات والمجمعات الاستشفائية الموجودة داخل غزة اليوم وتواصل بشكل نثبي أنشطتها يعني المناظر والمشاهد التي كان يصفها لزميلي عبر الهاتف يعني تعجب الكلمات عن وصف هذه المشاهد بما أننا نتحدث عن تواقم تعمل تحت ضغط كبير جدا الاكتظاظ الموجود داخل المستشفى من جراء ضخامة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية استعجلية غرف العمليات التي لا تكاد تفرغ من الأشخاص الذين يحتاجون عمليات جراحية نقص الموارد وفي آخر دقيقة سيدة إيمان ماذا تتوقعون في ظل كل هذه المناشدات على المستوى الإقليمي الدولي وأيضا منظمات الدولية ماذا نتوقع في هذا الصدد الجهد الإنساني؟ والله نحن كل أملنا هو أن يتواصل هذه الجهود فيما يخص الملف الإنساني فيما يخص إدخال مليد من المساعدات ولكن أريد أن أأخذ بعين الاعتبار أو أن أشير بأن المسؤولية هي تقع أثاسا على عاطق الأطراف المنخرطة في النزاع بما أن عليهم مسؤولية وهذه واجب قانوني وليس فقط مسألة خيار هو توفير الحماية للمدنيين توفير حماية كذلك البنى التحتية الأساسية للمدنيين وضمان دخول المساعدات بما يحمي الكرامة البشرية وهو الشيء الذي لا نراه ميدانيا اليوم شكرا لك كنت معنا من بيروت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان الطرابلسي شكرا لك إيمان